قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف في مكان عجيب. كيف؟ هو يونس لما قال لا اله لا اله لا اله. الذبذبات ما جابتش بتاع الملائكة ان حد ذكر ربنا قبل ذلك في بطن حقوط ولا بعد. فالنغمات لم تاتي. هما وفوق كل ذي علم عليهم هما دوم علم محدود. قال هذا صوت عبد يونس. يقال في كتب التفسير قال الله يا حقوط ارسلتك ليونس حافظا ولم ارسل يونس طعاما. يبقى ارادة من? يا الله. وتخدير من? يا الله. وفعل من? بس. العبد شوفوا. ليه اصدقاء كثيرين من اهل المدينة منورة. اقول لهم ما شاء الله عليكم وانتم تساكنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسكنوا في مكان فيه رسول الله. قلتم انا اتخيالكم ان انتم لما تأتوا وتتفرقوا في البلاد وتيزوروا المدينة يعني مسقطوا رؤوسكم. كأنما مشاكل الدنيا في حقيبة تتركوها على باب المدينة. الله. وتدخلون الى المدينة بلا مشاكل. فاذا خرجتم من المدينة المنورة حملتم حقائبها ما شاء لكم. والله يا يا شيخ هذا شعور. هذا هذا. هذا نشعر به يقين المعرفش انت جبتها الزهد. اكيدة. انا نفسي لم ازور شوية. هي اكيدة. فما بل المولود فيها وفي ترابها. تراب المدينة هذا هو تراب الايمان في كل مكان. ليه؟ لان للانسان سبحان الله قال المسافة بين السماء والارض دعوة مستجبة. سبحان الله. وافضل يعني كما يقول بعض العلماء اذا كان عاصيا وقال يا رب. قال لبيك يا عبدي. العاصيا. اذا كان طائع وقال يا رب. اذا كان طائعا وقال يا رب. قال لبيك يا عبدي. واذا كان عاصيا وقال يا رب. قال لبيك 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 يا عبدي. الله افرح. لله افرح بتوبة عبده. يفرح بالتوبة. هي لا تزيد في ملكه شيئا. لكن هو الرحمن الرحيم. يعني حنان منان. يعطي النوالة من غير سؤالك.